رحات حضراتكم ايه اللي تقترحوه في هذا القانون او تعدلات القانون او مشروع القانون الجديد لأحوال الشخصية طبعا فيه نسب طلاق عندنا كتير نتكلم اكتر 250 او 230 الف حالة تقريبا خلال السنة اللي فاتت نتكلم الاعداد زادت من 2008 حتى الان يعني في 2008 كان عندنا 84 الف حالة طلاق 2008 2010 تقريبا كان عندنا حوالي ايضا كان 149 الف حالة في 2010 بس عدد السكان في ذلك الوقت كنا نتكلم على 82 مليون مواطن 2010 النهاردة بنتكلم على 213 الف حالة في 2020 وتسعتاشر كان 225 الف حالة في 2018 كان عندنا 211 الف حالة طلاق 2017 198 الف 2011 كان عندنا 151 الف حالة طلاق 2012 155 الف حالة طلاق 2013 كان عندنا 162 الف بدأت الاعداد تزيد من 2011 واحنا طلعين يعني الاعداد ما تراجعتش من 2011 حتى الان بدأت تزيد اكتر 2017 2018 2019 2019 2020 2021 بتزيد الاعداد وبالتالي محتاجين هذا الملف لازم نفتحه نتكلم عنه بشكل واضح تقريبا كل ساعة تقريبا تقريبا كل ساعة عندنا تقريبا ميت حالة طلاق تقريبا في الساعة الوحدة وهذه نسب البعض يراها مرتفعة جدا ولما بيحصل هذا الامر بنتكلم على الاسرة الاب الام الزوجة الجد الجدة الاطفال بيبقى مصيرهم ايه النهاردة فهذا الملف مهم نتكلم عليه وندي مجال لحضراتكم يعني هنفتح مساحة طويلة النهاردة ويكون عندنا حلقة اخرى كمان بعد كم يوم عشان ايضا بقول لحضراتكم نتيح لللجنة القضائية ايضا تتابع هذا الامر يتم تفريغ الحلقات ويعرض على اللجنة عشان تشوف اراء الناس احنا في هذه الحلقات مش مع اي طرف احنا مع كل الاطراف وندي كل الاطراف بما فيهم الناس المعنين بالمسائل الدينية المسائل الاجتماعية مسائل المرأة مسائل الرجل مسائل الحالة النفسية للأسرة بشكل عام ندي هذا المجال وبالتالي نسمع رأي حضراتكم مش هنبقى منحازين لاي طرف احنا هنكون حلقة زي نقول كده اتكاشفة ليه اللجنة المعنية اللي هتتولى اعداد هذا المشروع تسمع الرأي العام بيقوله من خلال مدخلات حضراتكم ناس عندها شكاوة مثلا في مسألة الرؤية ناس عندها شكاوة في مسألة النفقة طيب اللي من عشر سنين هل من عشر سنين الفلوس النهاردة بقت اللي بيدفع من عشر سنين هو مناسب لهذا الوقت النهاردة مثلا او من اربع سنين او من خمس سنين او من ست سنين هل اللي بيتم دفعه من عشر هو النهاردة مثلا بنتكلم عن مدارس على تعليم على اي شيء اي نفقة ايا كان المبلغ اللي بيدفع هل يناسب الوقت اللي احنا فيه النهاردة ولا مسائل محتاجة تعديلات طب مين يقول التعديلات احنا لا الناس اللي هي معنية بهذا المبلغ هي اللي تقول التعديل ممكن يبقى كام طيب فيه ناس بتتكلم على اماكن الرؤية هل حد يروح يشوف رؤية في مركز شباب ولا يمكن تشوفه في مكان افضل مكان افضل يليق مثلا يعني ما احترمنا لكل مركز شباب يعني وتقدراتنا ولكن بقول تشوف فين فيه ناس بيشوفه في اسم شرطة مثلا او فيه اماكن معينة هل ده كويس على الطفل ولا ايجابي ولا سلبي نفتح هذا الامر ونتكلم بشكل واضح وزي بقول لحضراتكم نسمع كل الاراء من كل الناس لانه هذا القانون او مشروع القانون يخص الاسرة المصرية يخص المجتمع هذه قضية مجتمع يا جماعة ممكن حد يتكلم قولك الزوج بيعمل وحد تاني قولك الزوجة بتعمل حد تالت الضحايا في الاخر الولاد هما اللي بيكونوا ضحايا فنتكلم ونبقى واضحين مع بعض من غير ما ننحازل اي وجهة نظر